ايضا مما يؤكد هذا عشان البعض يقول اصلا ده كان بخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام مش عارف يعني ايه فاهم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن على فرض هذا تنزلا على كلامهم خد عندك الحديث ده حديث ام عطية رضي الله عنه عند ابن حبان وعند غيري بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ارسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليبايع النساء في مرة اخرى النساء يأتينا افواجا وجماعات فالنبي عليه الصلاة والسلام امرهن ان يجتمعن في احد دور الانصار في بيت من بيوت الانصار وارسل اليهن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فجاء عمر رضي الله عنه فوقف خارج البيت وألقى السلام قالوا قال السلام عليكم فأنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرددنا عليه السلام وقلنا برضو شوف هنا الحوار الجميل ده برضو وقلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم طب هو النبع للصلاة والسلام هو الذي جاء أم أرسل عمر رضي الله عنه شوف الأدب يعني النساء دي تعلمنا الأدب والجمال ده في الحوار الزي يعني شوف المواطن دي قد يفطن إليها الكثير منه يعني أمي ييجي عمر رضي الله عنه وقل أنا رسول رسول الله فهنقول أهلا برسولي رسول الله أهلا صلى الله عليه وسلم هنقول كده لكن شوف الجمال فالنساء يقولنا إيه أهلا برسول الله لأنه هو الأصل هو المرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام وعمر مجرد رسول يأتي برسالة وبأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقدم على رسول الله ولا يقدم أحد في الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه أبايع كنا على ألا تشركن بالله شيئا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في بيعته فبايعنا عمر رضي الله عنه فمد يده من خارج البيت وهو يبايع كده رضي الله عنه يبقى مد يده وصافح كده إنما كيف يفعل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام وأمر كان يشهد وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أصافح النساء فعمر رضي الله عنه مد يده بالمبايع كده أبايع كنا على ألا كذا وكذا 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 وهن أيضا مددنا أيديهن من الخارج كشكل كده ولم يصافحنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل برعصده للنبي عليه الصلاة والسلام مخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أدري يعني كيف يوجه ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبرأ من أي سوء يعني قد يأتي على القلب حاشا صلى الله عليه وسلم ونحن مهما بلغنا وندعي أن فينا وفينا فخواطر تأتينا وتأتينا النزعات ويأتينا كذا ويأتينا ويأتينا كذا مش كده ولا إيه ترجمة نانسي قنقر